كشفت جمارك دبي في بيان أصدرته اليوم أنها ضبطت خلال عام 2023 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي هذا وتضع جمارك دبي حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها وأن خطتها الخمسية 2021-2026 تسعى نحو ريادة الجمارك الآمنة عالميا إذ أولت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة التزاما بواجبها الوطني وإيمانا منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد والمجتمع